في اجتماع الاغتصادي رأسه سموه بقصر قضيبية صباح اليوم استعرض صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر تقييم تنفيذ برنامج عمل الحكومة وأوجه تطويره ليتناسب مع متطلبات المرحلة المستقبلية وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة رصد الميزانية بناء على أولوية الحكومة في المشاريع والبرامج التي تقرها وقد أكد سموه على همية العمل على تنمية الإيرادات النفطية وغير النفطية من خلال التنقيب عن المزيد من مكامن النفط وتطوير الحال منها كما وجه سموه لتبني برامج وخيارات جديدة تساعد على تنمية الإيرادات غير النفطية كما استعرض سموه خلال الاجتماع التزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالتعاون الدولي بشأن الضرائب وتبادل المعلومات الضريبية وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة المالية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي للتعاون فيما يتعلق بالالتزامات الدولية حول المعلومات الضريبية علما بأن مملكة البحرين ليس لديها نظام ضريبي كذلك تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء العمل المالي والمصرفي في البلاد وشدد سموه على ضرورة المحافظة على المركز المالي العالمي الذي تتمتع به البحرين